لما بعث الله تبارك وتعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أصلح الله تبارك وتعالى به حال العرب والعجم وأصلح به الدنيا قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم فأصلح الله تبارك وتعالى البشرية وأخرجها من الضلال والظلمات والجهل والعماء بهدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أنكم إليه تحشرون فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا فتح به الآذان ونور به الأعين وفتح به الطريق وأنار للناس السبيل وهدهم من ضلالات الشرك التي كانت بين الناس فكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ويهديهم الطريق كان يقول صلى الله عليه وسلم للرجل اللي جاءه قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال أشاء الله وشئت يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أجعلتني لله ندا فقالت له الله ند قل ما شاء الله وحده لما جاءت الجارية بتمدح في النبي صلى الله عليه وسلم قالت وفينا نبي يعلم ما في غد قالت رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تقولي هذا وقولي ما كنت تقولين قولي الكلامك القبارو الكلام الطيب أما كون نبي نبي يعلم ما في غد قال لا لا يعلم ما في غد إلا الله النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد نهى عن إتيان الكهان كهان دي العرافين النوع اللي بيجي بقول ليك أنا بشوف ليك الخيرة والبحثة البكرة شنو ها؟ وأعرف ليك البحثة شنو هذا من الكهان من العرافين النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الكاهن ها معنا الحديث الزول اللي بيجي للكاهن فصدقه كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هذا كان يخونا أصل أو أصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أصل الرسالة تنقية التوحيد والعقيدة وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى فكان آخر ما نُكِل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من آخر ما قال كان جنب صحابه هو على فراش الموت جنب خميصة جطعة انسحباه واشيه ويقول ألا إن من كان قبلكم الأمم السابقة كانوا يتخذون قبورا أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد إني أنهاءكم عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى بعد ما يموت الناس يعبدوا قبره عليه الصلاة والسلام كان يخشى من ذلك ولذلك حذر تحذير شديد إن ما يتخذ قبره مسجد يعني ما يصل عنده ما يصل على القبر ولا يدخل القبر المسجد أي قبر من الكبور لا يجوز أن يدخل إلى المسجد ولا يجوز أن يبنى المسجد فوق القبر لأن المقابر براه والمسجد براه قال صلى الله عليه وسلم جُعِلَتْ لِيَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا إِلَّا الْمَقَبَرَ وَالْحَمَّامِ الحمام ما محل بتاع صلاة والمقابر ما محل بتاع صلاة إلا صلاة جنازة صلاة جنازة بتجوز صلاة في المقابر أما من الصلوات المفروضة والله صلاة نافلة لا تجوز في المقابر ده كل من النبي صلى الله عليه وسلم شأن يعلم الأمة التوحيد وتصفية العقيدة والإنسان يموت على التوحيد الخالص اللهم اهدنا في من هديه وتولنا في من توليه وبارك لنا فيما أعطيه اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيد مستور وتجارة لن تبور اللهم اغفر ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وقوموا إلى الصلاة أرحمكم الله